السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا هنأتو في السيد مدرس مساعد كوليتر علم جامعة المنصورة. ان شاء الله هبتدي معكم سكشن للنهاردة مادة السير بيولوجي هستوروجي ان جيناتكس. المادة بتاعتنا هنتعرف فيها على المايكروسكوب وازاي بنستخدمه. وهنعرف الانواع المختلفة من الانسجة. وهنبتدي النهاردة ان شاء الله بالانسجة الهيكلية الاسكنتر تيشوز ان الكنيكتف تيشوز اللي هي الانسجة الطهنة. بالنسبة لي المايكروسكوب بيستخدم علشان نفحص الانسجة والكائنات الدقيقة بشكل اوضح. بيتكون المايكروسكوب من تلات انظامة اساسية. نظام الحملة والحركة. نظام الحملة والحركة اللي هو الارم بيترعى بتاع المايكروسكوب. البيز القعدة. الستيج اللي بحط عليها الشريحة. باستخدم القرس ادجاست منت اللي هو الضابط الكبير علشان اطلع الستيج دي الفوق ونزلها التحت وقربها من العدسة. علشان اشوف او ازبط الشريحة على اقوأ على صورة واضحة. والفاين ادجاست منت دي بيتخليلي بتاع الصورة او جبطة الصورة اعلى لو فيها مثلا ايه صورة محزوزة او حاجة. ده بالنسبة لنظام الحملة والحركة. بالنسبة لنظام الاضاءة هنستخدم المايكروسكوب الضوئي ان شاء الله طول فترة الشغل بتاعتنا. اما بيبقى باستخدم مصدر الكهرباء او باستخدم المرآة. بالنسبة لنظام التكبير بيبقى في عندي العدسة العينية اللي انا ببص فيها او قريبة من عيني. وهي عندي العدسة الشيئية بتبقى ليها قوة تكبير مختلفة. اما اربعة او عشرة او اربعين او مية اللي هي تكبير في العدسة الشيئية ولكن او اربعة يبقى اربعة في عشرة يبقى قوة تكبير الميكروسكوب اربعين. ده الميكروسكوب ضوئي برضو اللي هو بلاستخدم المرآة علشان ان هو يعكس الضوء على الشريحة. بالاضافة لوجود المكثف ده اللي بيستقبل ده وفايدته ان هو بيخلي الضوء يتركز على الشريحة اكتر وبالتالي بيبقى الفحص احسن واكتر. هنشوف دلوقتي طريقة فحص شريحة تحت الميكروسكوب. او ازاي بازبطها. اول حاجة ببتدي اشغل نظام بشغل زر القطاقة. زي ما حضراتكم شايفين كده فالضوء عندي اشتغل. بعد كده بجيب الشريحة وبازبطها بحطها على المزرح. بحرق دي كده بالشكل ده علشان ازبط الشريحة او تسبت الشريحة على المزرح. ببتدي اضبط العدسة الشيئية على اصغر قوة. انا عندي دي قوة اربعة اللي هي الصغيرة وعشرة. وقوة اربعين وقوة مية اللي هي العدسة الزيتية. انا هعملها على اصغر قوة اللي هي اربعة. ولما باجي اصبطها لازم اسمع تكة كده في الميكروسكوب ان انا العدسة جد في مكانها اللي هي في الجزء اللي في النص ده. بعد كده انتو شايفين الضوء اللي فوق ده بيبقى فيه عندي هنا العصاية الصغيرة دي بتتحرك قدام وورا. دي بتقلل لي الاضاءة اللي طلع للشريحة. بالشكل ده شايفين الاضاءة بتقل ازاي. دي لو انا عايزة اقلل قوة الاضاءة بتاعت الميكروسكوب بالاضافة كمان للمكسف. شايفين المكسف ده دي البقرة بتاعته بتطلع وتنزله. ده اللي بياخدوا الضوء ويجمعوا على الشريحة. بعد كده هبتدي افحص الشريحة باستخدام باطلع الاستج ده وبنزله باستخدام الضوء الكبير والضوء الصغير ده اللي هقربه من العدسة علشان ابتدي اشوف الشريحة كويس وافحصها وازبوطها تحت الميكروسكوب. خلاص انا زودت الاضاءة ها. طيب علشان ازبوط الشريحة تحت العدسة الشيئية شايفين البقرتين دول. دي بتحرك الاستج ده قدام وورا. ودي بتحركها اليمين وشمال. علشان ان انا اخلي القطاع بتاعي تحت العدسة على طول عشان انا ما اجي افحصه ما لاقيش عندي فوضي تحت. هنبتدي بقى نفحص الشريحة. بنبص في العدسة العينية. وابتدي بالضابط الكبير اقرب الشريحة وبعدها لحد ما النسيج يبتدي يظهر عندي. اهو بدأ النسيج يظهر. وبالضابط الصغير. ابتدي برضو اه ازبطه قدام وورا كده لحد ما جودة الصورة عندي تبقى عالية. اللي قدامي ده عبارة عن خيشين سمكة. طيب. بالبكرتين اللي كنت بحرك يمين وشمال اقدر ان انا احرك الشريحة. بحيث ان انا افحص بقية النسيج. وراحتي خالص يمين وشمال. وبرضو بالضابط الصغير قد تدي اصبط الروزولوشن بتاعي. ده الضابط الكبير وده الضابط الصغير. بالنسبة لانواع الانسيجة اللي احنا هناخدها النهاردة. اه 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 او انواع الانسيجة بشكل عام عندي الانسيجة هيكلية. سكيلتال تيشوز. كنكتف تيشوز. انسيجة ضعمه. فازوكيولار تيشو الانسيجة لوعةية. مسكيولار تيشو الانسيجة العضلية. النهاردة ان شاء الله هناخد نعين دول باذن الله هنبتدى بالانسيجة متصلة بالهيكل. المنتصلة بهايك بالهايكل زى العضم sterبق الثNG sit فازي الق heights. هنبتدى بالغضريف ان شاء الله فناخد نعين من الغضریف. الهيليل الهيليل الهيليه المستق kart Gesicht اللي هو الغضروف المرن وده اللي بيبقى مثاله سوان الوزن او غضروف الانف ما بتيجي تضغط على انفك او تحرق اذنك يبتقدر ان انت تتنيها فهو مرن وده نتيجة لوجود ده بسبب وجود الالياف الصفراء اللي بتديرهم هنا اما الهايالين كارتلج زي الغضروف اللي بتبقى موجودة ما بين العظام الطويلة وفي القصبة الهوائية وده بيساعد كمان على ان القصبة الهوائية ما تضغطش على بعضها وتسد المجرى التنفسي لذلك هو غضروف زجاجي مش بيت انا او مش بتقع او ما فيش فيهم wink هنا هنشوف طريقة رسم كل غضروف من دول هنبتدي اول حاجة برسم الغضروف الزجاجي هنرسم جدار الغضروف بيبقى عباره عن الياف وبرسم صفة من الخلايا زي قصص شايفين كدا وبرجع ارسمه تحت تاني ده بيبقى اسمه جدار الغضروف بري كونتريام بيوجد عندي بعد كده محافظ غضروفية اما المحافظة بتحتوي على خلية غضروفية واحدة او خليتين او اربع خلايا دي اسمها لاكيوناي بتحتوي على خلايا غضروفية اما واحدة او اثنين او اربع ودي عبارة عن الكندروسايت بالنسبة للخلية اللي بتحتوي على او المحافظة اللي بتحتوي على اربع خلايا بنسميها عش خلايا طبعا انت هتقرر الرسمة بتاعة المحافظة الغضروفية بالخلايا كزمرها لحتى ما تمنى القطاع ده بالنسبة للهيالين كارتدج بالنسبة للهيالين كارتدج هي هيها نفس البيانات بنفس المكونات بتاعتي ولكن الاختلاف الوحيد هو وجود الالياف المرهنة الصفراء هي دي اللي بتدي مرونة للغضروف ودي بتبقى عبارة عن الهيالو فيبرز وفي الحالة دي هيكون ده عبارة عن الالاستيك كارتدج بالنسبة للعضم احنا تبع الانسجة الهيكلية دلوقتي العضم بيوكت عندي انظمة شايفين النظام الدائري ده ده اسمه نظام من فوق كده ده قطاع عرضي اللي هو النظام الدائري من فوق ده لو انا بقطع العضمة باخد فيه قطاع عرضي من فوق اما لو قطاع طولي بالطول هيبقى هبقى انا شايفة الجزء ده عندي بالطول كده هنشوف رسمتها ازاي بالوقتي هنبتدي بالقطاع العرضي في العضم الكثيف هبتدي برسم قناة هافرس هافرسيان كانال بيبقى في حواليها المحافظة العضمية في شكل صفائح دائرية كده برجع اقرر تاني هافرسيان كانال دي مرتين النقط اللي انا برسمها دي انت مفروض بترسم محافظة عضمية برضو فانت هتكمل رسمتك في الكتاب ولكن انا بس بعملها موقع كده عشان انت ترسم على نفس النظام اللي انا رسمتها دي عبارة عن البون داكيوني بيوجد عندي صفائح عظمية تحاول ان انت ايدك ما تبقاش عاملة زي المسطرة تبقى مهزوز شوية عشان باسمك يبقى بيولوجي سهين دي عبارة عن البون لاميلي وبتكمل برضو بقية المحافظة العظمية بنفس الشكل بيوجد عندي قنيات بتوصل المحافظة العظمية ببعضها عبارة عن البون كانالي كيولغي بيبقى في قنوات موصلة بتوصل جهزة او انظمة هافرس ببعضها عبارة عن قنوات موصلة كوننكتينجي كانال الجزء اللي انا رسمته ده كله بكل البيانات اللي فيه محتوياته عبارة عن هافرسيان سيستم نسبة للعالم اللي فحص الجزء بتاع العظم ده ويسمى الجزء ده باسمه بيوجد عندي بعض المحافظة العظمية بتبقى مرتبة بشكل عشوائي ما بتبقاش موجودة في الصفائح الدائرية اللي حوالين قنوات هافرس وبتوجد برضو لها صفائح عظمية بالشكل ده فالجزء ده من المحافظة العظمية بيسمى نظام لا هافرسي نون هافرسيان سيستم اللي انا رسمته ده عبارة عن تي اس أوف الدين سبون اللي هو قطاع عرضي في العظم الكثيف طيب بالنسبة للقطاع الطولي هي بتبقى نفس البيانات ولكن قنوات هافرس بتبقى وغدة شكل طولي بالشكل ده ببتدي اظلل قناة هافرس بالشكل اللي انتو شايفينه ده بالضبط طبعا انت اظلله كامل في الكتاب بتاع العملي دي عبارة عن هافرسيان كانال وبتبقى المحافظة العظمية بتترتب في شكل عمودي حوالين قنوات هافرس او بشكل طولي وبرضو حضرتك هتكمل الحاجات اللي انا عملا بمكان هنقضيه هتبقى كلها عبارة عن محافظة العظمية بون بلاك يوناي والبون لا ملين احيانا بيظهر عندي الان هافرسيان سيستم اللي هو النظام اللي هافرسي في ال ال اس واحيانا لا ده بالنسبة لها هافرسيان سيستم والمحافظة العظمية اللي بتترتب في شكل غير منتظم دي بتبقى عبارة عن نان هافرسيان سيستم وده عبارة عن ال ال اس او في الدين سبون قطاع طولي في العظم الكثيف بالنسبة للخلية العظمية بيبقى شكلها نجمي كده شبه الجسم الخلية العصبية شوية بتحتوي على نواة بروتو بلازمية بروتو بلازميك بروسيسز نيوكلياس النواة بروتو بلازميك بروسيسز بروتو بلازم مقطع هذه هي عباره عن букв الثكتور الفصل الخلية العظمية كده احنا خلصنا رسومات بتاعتنا هنبتدي نعمل لها فحص تحت الميكروسكوب هنشوف مع بعض كده شكلها ده بالنسبة للهايالين كارتليج المثال بتاعه زي ما احنا قلنا في القصب الهوائية للأدنب ده المثال اللي احنا جايبينه قبرناها دي على قوة اربعة بعد كده على قوة عشرة طبعا احنا بنقول على قوة اربعة بنضربها في العدسة العينية يعني على قوة اربعين دي في القصب الهوائية برضو بتظهر بالشكل ده ودي المحافظ الغضروفية والخلايا الغضروفية اما المثال اللي تحت ده بالنسبة للغضريف اللي موجودة بين العظام الطويلة ده الالاستيك كارتليج زي ما انت شايف وجود الالياف المرنة واضحة جدا في القطاع ده والمثال بتاعنا قلنا صيوان القطاع ده قطاع عرضي في العظم الكثيف شايفين دي قناة هافرز وشايفين المحافظة العظمية ظهروا في شكل صفائح دائرية حوالين قنوات هافرز بالشكل ده المحافظة العظمية مترتبة في شكل طولي بالشكل ده شكرا سلام عليكم